شارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي بعدد من الطائرات في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات والذي ينفذ تحت مسمى بيرامدس إيرشو 2022 يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضي المصري وفريق طائرات الهيل جازل المصري حورس عروضا جوية مبهرة وكذا تقديم عناصر من قوات الميثالات المصرية عددا من العروض أثناء فعالية المهرجان ذلك تأكيدا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية لأول مرة على أرض مصر وفوق سفح الأهرامات تلألأت فرقة النجوم الفضية المصرية بعروض جوية متنوعة ليحلق وسطها فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية بانسجام حركي موسيقي شكلي ضمن عروض بيرامدس إيرشو 2022 طبعا ما فيش أحلى وأجبل من منطقة الأهرامات آيقونة السياحة في العالم كله وكون إن احنا ننظم فعالية مهمة زي دي ما بين مصر وما بين كوريا بتثبت قوة العلاقة ما بين البلدين قوة التعاون ما بين البلدين والحقيقة بتثبت كمان اهتمام كوريا بمصر سياحيا ومصر في كافة المجالات أعبر عن شكري للفقومة المصرية لسماحها بمشاركة كوريا الجنوبية لعروضها الجوية على سفح الأهرامات أرى أن العرض الجوي بين القوات المصرية وكوريا الجنوبية سيساعد على تكوين العلاقات بين البلدين وهذا العرض سيكون نقطة انطلاق لتنمية العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية سواء في المجال العسكري أو القوات الجوية العروض بدأت بمناورات للسرعة والتوازن وتزينت خلالها الطائرات بأعلام البلدين تلتها بعد ذلك تشكيلات وتحركات جوية فنية تبعهم عروض بأدخنة ملونة تشد النظرين وشاركهم في العرض عدد من رجال قوات المظلات المصرية ليضعوا بصمتهم الخاصة بعروض الخفاش الطائر والسقوط الحر العرض حلو قوي وحس بفخر كده وحس قدق القوات الجوية يعني شغالة وفي حاجة كويسة قوي النهاردة يعني أنا حاسة أن أنا مبسوطة بصراحة حاجة ممتعة جدا وحاجة ممتازة جدا ما كنتش يعني شيء جميل ومشرف جدا للقواتنا هو جميل بصراحة سواء السيلفر ستار أو البلاك إيجلز وما الاثنين كانوا حاجة يعني عظيمة جدا وبعد كده الرجالة بتاعة المظلات مشاء الله عليهم برضو عرض المعدة دلتها دي برضو فالعرض كله كان ممتاز وصراحة والتوقتات ممتازة والجو العام ومع الهارم بقى والشكل وكده فكانت حاجة عظيمة جدا يعني بصراحة المناورات الجوية المصرية والكورية الجنوبية ظهرت في انسجام تام مع المعزوفات الوطنية والمقطوعات الموسيقية المصحوبة بحركات إيقاعية لتعبر عن العلاقات الثنائية بين البلدين وفتحت لها أبواب تعاونية جديدة في مجالات متنوعة ومنها العسكرية والجوية فرق من الأفضل في العالم زيانت سماء الأهرامات بتشكيلات وألوان أبهرت العيون بعروض جوية خاصة لا تعبر فقط عن مهارات فريدة بل تؤكد على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية كريم بيبرس التلفزيون المصري